الشباب العراقي منذ تشرين وحتى هذه اللحظة وبرغم كل الخطوب ورغم كل الملمات والظروف الصعبة التي مرت بهم ما زالوا يصارعون كل هذه الظروف من أجل أن يحظوا بحريتهم ويبحثون عن حياة حرة كريمة بعيدة عن ما صنعته هذه الأحزاب من فساد ودمار وخراب في هذا البلد الذي أحالته إلى صحراء جرداء بسبب حقد وبسبب فساد وبسبب قلة وعي وقصور في المنهج وقصور في الرؤية وخطابات تحولت إلى أستوانات مشخوطة لم نجني منها سوى الوعود لأنهم تعودوا على الكذب والنفاق وبذلك بعد أن وصل الناس إلى قناعات حقيقية أن هذه الطومة وهذه الطبقة بوضعها الحالي لا تقوى على أن تصلح نفسها وليس أن تصلح منظومة سياسية أو مجتمع فلذلك قدموا على مذبح الحرية المئات من الشباب الحر شهداء من أجل ليلة كرامتهم وعشرات الآلاف من الجرحة حتى هذه اللحظة وبرغم كورونا وبرغم البطالة وبرغم الأرقام المخيفة من خط الفقر الذي يعيش أكثر من ثلث العراقيون عليه ما زالوا في الساحات وما زالوا ينتظرون قراراً أو إصلاحاً أو شيئاً في الأفق ممكن أن يعطي دلالات أنه ممكن أن نحظى ذات يوم بقائد أو رجل يكون على أقل شيء فيه أنه ينتمي لجراحات الناس ترجمة نانسي قنقر